فهذه الشركة اليوم فرضت على العراق شروطاً جزائية في حال إخلال بالعقد فإنها ستلجأ للمحكمة الكورية يعني داخل كوريا وسيكون لهذه المحكمة الحق في طرح المشروع للاستثمار من خلال مزاد علني من قبل أي دولة أخرى وبلا شك سوف يكون للجار حق الشفعة وهذا يعني أنه من المحتمل أن تشتري العقد أجار الكويت مثلاً استثمار لكذا سنة وحينها سوف تعمل على قتل المشروع ميناء الفاول كبير وستتوجه السفن والبواخر القادمة والتجارة نحو ميناء مبارك وهذا هو الهدف يا سادة وبهذا نكون قد قضينا على آخر أمل للشعب المظلوم الحالم بأي فرصة للخلاص من الركود الاقتصادي وحلحلة حبل الديون المتراكمة حول رقبته التي تتزايد حلقاتها عليه يوماً بعد يوم ولا أمل لوجود خطة ستراتيجية جادة في عبور هذه الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ العام 1991 أحبة المتابعين خلنا نتابع هذا الفيديو ونرجع لكم العالم داخل على صراع جديد هذا الصراع رح يكون متعدد الأقطاب يعني مو بس أمريكا والصين بيه رح تظهر دول أخرى أيضاً على صدارة العالم بنفس الوقت رح تقل أو تضمح القوة عالمية موجودة الآن يعني وبالأخص الأوروبية هنا أنا أنا أريد أقول أنه طريق الحرير الصيني هو عبارة عن منظومة منظومة الطرق والتجارة وفي نفس الوقت هي منظومة سياسية للتكامل الاقتصادي اللي الصين تسعى أن تعمله أمريكا رح تحاول أنه تحاصر هذا الطريق ورح تحاول تعتمد على حلفاء إلها في سبيل أضعف هذا المشروع أنا هنا أنا أحذر بالأخص وزارة النقل خلي سمعني وزير النقل زين بالأخص وزير النقل والوزارة أحذر من توقيع أي عقد استراتيجي يعني قناة جافة لا تساوها مثل شغلة الفاو